هنا في شوارع لبنان يتواصل الحراك الشعبي المطالب برحيل نخبة سياسية أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار اقتصاديا وسياسيا وتزامنا مع غليان الشارع اللبناني وغضبه يواصل السياسيون غيابهم عنهم من ناس كما يواصلون تصدير الأزمة وتبادل الاتهامات بشأن تعصر تشكيل الحكومة على مدى عدة أشهر مضى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري خلال لقائه الثامن عشر بالرئيس ميشيل عون أعلن عن رفضه التشكيلة الحكومية المقترحة من جانب الرئيس مؤكدا على لا آته الثلاث التي تنص على أنه لا لحكومة تكنوسياسية ولا لحكومة يفوق عددها ثمانية عشر وزيرا ولا للثلث المعطل الشرط الأخير بحسب مراقبين كان السبب الرئيس لرفض الحريري تشكيلة عون المقترحة إذ ضمنها عون ثلثا من تياره السياسي وحلفائه بما يعني التحكم في قرارات الحكومة وهو الأمر الذي يرفضه الحريري وداعموه ويرونه مخالفا للدستور اللبناني إقليميا ودوليا تبدو جهود إنقاذ لبنان من مأزقه شبه منعدمة استشرف المبادرة الفرنسية على الفشل التام في ظل تمسك الفرقاء اللبنانيين بمواقفهم المتشبثة بمكاسب سياسية في حين تبدو العواصم العربية منشغلة بصراعات أخرى إقليمية وداخلية ربما تتعاظم تداعياتها على تلك العواصم أكثر من تأثيرات الأزمة اللبنانية يحدث هذا وسط أجواء مذهبية وسياسية متشنجة بفعل التدخلات والدعم الإقليميين لبعض الأطراف اللبنانية دعم النجم عنه تغول لميليشيا حزب الله وداعميها السياسيين في الداخل اللبناني وعلى رأسهم الرئيس عون ما يعني أن لبنان ربما يكون على موعد مع انفجار شعبي قد تتضاءل إلى جانبه تداعيات انفجار مرفأ بيروت ترجمة نانسي قنقر